تركز معاين يوما ما سيختفي الزكور وسيبقى الاحياء ببساطة مع تمام يعني ايه العنوان ده؟ لازم تعرف في البداية كده ان اصيبك من التكبيس والحاجات اللي انت بدايها على كتبتك دي وتعالي انت اعرف معنوم علمها سريع وكمل الانسة لو فيه انسة بتشاهدني الوقتي فانت تركيبك 44 زائد XX عندك كرموسومين كده اللي هما شايلين المادة الوراثية اللي هما شايلين الجينات اللي هي بتعمل هرمونات الانوسة فبتبقى انت انسة وبتظهر علامات الانوسة زي نعومة الصوت المفروض يعني وضعف العضلات عضلات الانسة بتبقى ضعيفة بسبب هرمون الاستروجين وبروجستيرون ودي هرمونات جينات معينة هي اللي موجودة على الكرموسوم اكس هي اللي بتخليها تتكون اللي عايز معلومات اكتر للدراسة الكرموسومين اكسل واحد شغال والتاني مششغال اللي مششغال ده بيسموه جسم بار تم اكتشافه بوسط عالم اسمه بار فسموه جسم بار النبع الكرموسوم اكسل اللي شغال والكرموسومين شبه العصايا وبياخدوا في الكاريوتيب للطلبة رقم 23 اللي هو الترز الكرموسومي الزوج رقم 23 اذا الكرموسوم اكس انت تركيبك 44 كرموسوم جسمي او ذاتي شايلين جينات صفاتك الجسمية زي لون عينيك ولون شعرك وطولك وكل الحاجات دي وكرموسوم اكس شايل الجينات بتاعت هرمونات الانوسة اللي بتخليك انسة اللي بتسبب ظهور الصفات الجنسية السنوان الانسة زي نعومة الصوت وضعف العضلات والسادي وتراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم ونزول دم الحيض الحاجات دي كلها بسبب هرمونات الانوسة اللي هي جيناتها بيتم انتاجها من المبيضين والمبيضين اللي بيكونهم جينات موجودة على الكرموسوم الجنسي اكس الزكر في كرموسوم اكس وفي كرموسوم واي واحد عصى ومستقيم والثاني قصير وملتاوي يبقى الانسة فيها اثنين اكس عاملين زي صابعين الزكر اكس والثاني قصير وملتاوي اسمه واي يبقى الزكر اكس واي والانسة اكس اكس واي شايل الجينات اللي بتعمل الخسيطين اثناء مراحل التكوين الجنيني وبيبدأ يشتغل من الاسبوع السادس من الحامل يعني والجنين وهو لسه في بطن الام بيبدأ الجينات المحمولة على الكرموسوم واي تشتغل عشان تعمل الخسيطين والخسيطين بعد كده هتعمل هرمونات الزكورة اللي هي الالتستيرون والاندروستيرون ودي هرمونات استيرويدية عن مواد دهنية يعني ودي اللي بتسبب ظهور صفات الجنسية السنوال الزكر زي خشونة الصوت وقوة العضلات ونمو الشعر في الشارب والدقن وتحت الابطين وفي العانة اذا الاساس في ان انت زكر او انسة طبعا موضوع تحديد الجنس في الكائنات الحية بيولوجيا معقد شوية يعني ساعات اللي بيحدد الجنس مش الاكس والواي انما عدد الكرموسومات وساعات زي الطيور وبعض الفراشات تلاقي الزكر اكس اكس والانسة اكس وات وقبل كده قلنا اللي بيحدد جنس المولود الاب وليس الام لان الاب بينتج نوعين من الحيوانات المنوية نوع في اكس ونوع في وات انما الانسة بتنتج نوع واحد من البوايضات اكس لذلك قلتلكم في فيديو قبل كده لو واحد خلفته بنات ما تقولش مثلا انا هتجوز واحدة تانية عشان تجيبلي الولد لان هي مش هي اللي بتحدد انت اللي بتحدد الجنس الجنين ده هيبقى زكرة او انسة الرجل هو المسؤول ليه عشان انت معك اكس ومعك وو الانسة معها اكس اكس بس رجع معاية تاني الانسة تركبها اكس اكس الزكر اكس واف الكلام هنا لعموم الناس خلاص طب الكروموسوم ده موجود فين يمكن الناس مش عارفة الكروموسوم الكروموسوم ده موجود في كل خلايا من خلايا جسمك في حتة في النص كده اسمها النواة هو اللي بتحكم في صفاتك الكروموسوم ده في حاجة اسمها الدين خلاص فاذا هذا اللي بشكل عام طبعا ساعات في بعض الاحيان وفقا اللي بانهاك تلتسانوا مثلا او في بشكل عام يعني اللي عايز استخداد ممكن يكون عدد الكروموسومات هو اللي بيحدد الجنس يعني معاه كروموسومات اكتر يعني يبقى هو الانسة واللي معاه عدد كروموسومات ايال اللي يبقى هو ذكر لان ما فيش اختلاف نوع الكروموسومات لان ما فيش اختلاف مكان حي مكان حي اخر ومفهوم الزكرة المنسة يعني ده موضوع ما بحثه بجشه طيب انا بدأت الفيديو بجملة ومقولة ايه هي يوما ما سيختفى الذكور وسيبقى فقط الاناس العلماء لما درسوا الكروموسومات اكس والواي لقوا ان كل جيل بيجي يعني مع تقدم السنين الكروموسوم واي بيقل كل شوية حجمه بيقل 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 لحد ما في يوم من الايام هيختفى الكروموسوم واي انت متخيل وبالتالي ما هيبقاش في ذكور واللي هيبقى موجود بس الناس خلاص ده كلام علمي مسبت بدرساته ابحاث علمية تقدر تبحث وتدور في الموضوع انا بحب دايما ابحثه انا اسف لان انا ما اجبش مصادر بلحقها بالفيديوهات يعني بس انت تقدر تبحث وهتلاقي وهتلاقي المصادر انت كتير بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله ده لان انا بحاول يعني ايه اخد يعني ناخد الموضوع ببساطة للطلبة او للناس فبندي بس شوية قشور مش معلومات اكاديمية او متخصصة او فاذا يوما ما سيكون وسيبقى فقط الاناس بس ما تقلقش مش دلوقتي الموضوع ده هياخد حوالي تلتمية الف سنة او ربعمية الف سنة اذا خلال تلتمية لربعمية الف سنة تقريبا ما هيبقاش فيه موضوع والطلبة اهتم بموضوع تحدي الجنس مفتكر ان الكروميسوم الجينات اللي علي بتبدأ تشتغل من اسبوع السادس من الحمل والكروميسوم اكس الجينات اللي علي بسمحات من اسبوع الاناشر وطبعا الكروميسوم اكس اساسي وطبعا الاستمرار الحياة هو اهم من الكروميسوم بدليل ان الاناس ما عندهش واي ومش جليلها حاجة وحياتها زي الفل انما الزكر لو عاش من غير اكس لو شلت الاكس منه يموت وطبعا نفتكر بقى التفارات الصمغية احنا قلنا الحالة المثالية 442XX يبقى انسا 442XX يبقى انسا 442XX يبقى ذكر ساعات بيبقى فيه حالة 442XXY وده ذكر بس بيبقى عليها علامات الانوسة وبيبقى ذكر عقيم طويل ونحيف والسادي انساوي فيه حالة كروميسوم اكس اللي هنقص كروميسوم اكس بتبقى 442X وده بتبقى انسا تيرنر وساعات بيبقى 442X ثلاثة اكس اللي هي بيسموها السوبر فيميل او الانوسة الفائقة لان معها ثلاثة كروميسومات اكس فتخيل يعني اذا كان الاناس باثنين اكس يعني وهابلين الزكور فما بالك دي معها ثلاثة اكس ولكن على عكس ما قد توحي به التسمية فهي انسا مصابة بتخلف عقلي الاحياء ببساطة مع تميم سي يو